نظمت مدرية صحة بني سويف قافلة طبية لقرية صفت الشرقية على مدى يومين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقال وكيل وزارة الصحة في بني سويف أن القافلة تضم تسعة تخصصات طبية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حرصا على سلامة المواطنين قافلة تضم تسعة تخصصات طبية بجانب معمل التفايليات ومعمل الدم والأشعة العادية والأشعة التلفزيونية بالإضافة إلى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة في ظل تنفيذ الإجراءات الاحترازية الكاملة للوقاية من انتشار الفيروس كورونا المستجد قافلة تم توقيع الكشف الطبي على حوالي 1300 مواطن من أهلنا في قرية صفت الشرقية وذلك تنفيذا لتوجهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مبادرة حياة كريمة في الأماكن البعيدة عن تقديم الخدمة الصحية